اشتركوا في القناة اذا عقدت الحكومة يومه الخميس ستعاش من دي القعدة الفوربعمير واربعين الموافق للثامن من يونيو الفين وثلاثة وعشرون مجلسا للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة خصيصا للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا في بداية اشغال هذا المجلس تداول مجلس الحكومة وصدق على مشروع القانون الرقم 43-22 يتعلق بالعقوبات البديلة في صيقته الجديدة قدمه السيد عبدالطيف وابي وزير العدل ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال ايجاد بذائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة الأمد والحد من أثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدة منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاقتضاد داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف ويتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسترة الجنائية وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الإطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخة منها مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظراً لخطورتها وأخداً بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب وقد ميز هذا المشروع القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهموا العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهلية عقب ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم جوج 23441 بتحديد بعض أحكام القانون رقم 8-14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى قدمت السيدة فاطم زهراء أمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن ويندرج هذا المشروع في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي والذي توج بنشر القانون رقم 8-14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالجريدة الرسمية ويحدد هذا المشروع المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها وذلك تماشياً مع مبادئ تعزيز تخصص الإدارات ومسؤوليتها وتماشياً مع توجهات الجهوية المتقدمة وإعادة بلورة مسترة الترخيص والتصنيف وضبط آجال معالجة الملفات ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تحدد المساطر الإدارية المتعلقة بالمؤسسات السياحية واستغلالها وإرساء رخصة الاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي العمومي للعموم مع وضع منهجية جديدة على مستوى تصنيف الاستغلال تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة كما يحدد هذا المشروع كيفيات المراقبة وكذا كيفيات تجديد تصنيف استغلال مؤسسات الإيواء السياحي ومنح رخص استغلال الإقامات العقارية المسندة وتصنيف المطاعم السياحية بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار علاوة على ذلك يحدد هذا المشروع كيفيات منح رخص استغلال أشكال الإيواء السياحي الأخرى والتي تتمثل في المخيم المتنقل لبيفوك والإيواء عند الساكن والإيواء البديل التي ترخص من لدين السلطات المحلية بعد الحصول على أراء المصالح المعنية واحترام دفاتر التحملات الخاصة بها وواصل مجلس حكومة أشغله بالتدول المصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 2375 بالطبيق أحكام القانون رقم جوج 00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع أخدا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه السيد محمد المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام المادة 1-43 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يتعلق بتحديد نسبة الاقتطاع من محصول العائد من ثمن بيع مصنفات فنون الرسمي والتشكيل برسم حق التتبع ويتضمن هذا المشروع أحكاما تحدد نسب الاقتطاع المذكورة من ثمن البيع حسب احتساب الرسوم كما تنص المقتضيات هذا المشروع على أن احتساب نسبة محصول العائد من ثمن بيع مصنف برسم حق التتبع يتم على أساس ثمن نهاء الذي يتلقاه بائع المصنف دون احتساب الرسوم إضافة إلى وضع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رهن إشارة مهني سوق فن الرسم وتشكيل استمارة يتم من خلال هذا التصريح مسبقا بعمليات بيع الأعمال الفنية الخاصة بفن الرسمي أوي التشكيل إذن كان هذا نص بلاغ المجلس الحكوم دوفي الأسئلة تفضل سيد الوزير كيف ستعالج الحكومة الخلاب القائم بين هيئة المحامين بالمغرب وسلطة التنفيذية فيما يخص امتحان الوزوج إلى مهنة المحامات شكرا شكرا مرحبا سيدة الوزير سؤالي يتعلق بمناخ الأعمال والاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب آخر التقارير تصنف المغرب ثالث وجهة ذذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة سؤالي حول استراتيجية الحكومة أهم يعني الخطوط العارضة لهذه الاستراتيجية من أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية وماذا تقدم الحكومة من بنيات تحتية وتحفيزات للمقاولات ورؤوس الأموال الأجنبية لتشجيع هذه الاستثمارات شكرا شكرا مرحبا سيدة الوزير طبع يومكم سيدة الوزير سؤالي كيتعلق بما جاء في المجلس الحكومي بما يخص بالعقوبات البديلة هذا القانون سيدة الوزير أعطى رجل كبير على مستوى الإعلام ولا احتاج مستوى النقاش العمومي خصوصا لدى بعض الأكاديميين والناس المتخصصين هنا كما يتسأل سيدة الوزير كيف سيحقق الردع بالنظر إلى البيئة الاجتماعية والزجرية الخاصة بالمجتمع المغربي هذا هو السؤال سيدة الوزير و لو تفضلتم سيدة الوزير تعطينا شوية دلامتلة حول طبيعة هذه القوانين كيف سيتم مثلا تنفيذها خصوصا و أنكم ناقشوا من جزء حكومية هذه القوانين شكرا شكرا تحية طيبة سيدة الوزير لو سمحتم سأعود معك إلى مرسوم لفتح الاتمادات قيمة عسرات المليار تدرهم الحكومة لم توضح بشأن 3.3 مليار تدرهم التي خصصت لمواجهة ارتفاع الأسعار هذا كيف سيتم توضيف هذه 3.3 مليار 300 مليون تدرهم واذا تكون عبر دعم مباشر للأسعار أو إجراءات أخرى نريد توضيح في الموضوع ارتباطا بهذا المرسوم أيضا السيد الوزير واذا تخشاش الحكومة أن تكاليف صندوق المقصة ترهيق الميزانية العامة الدولة علما أن الآن نحن في منتصف السنة وصلت تدرهم التكاليف بإضافة 10 مليار إلى 36 مليار تدرهم شكرا شكرا للمشتوى السفارة هل هذا صحح وبشكل عام تقيمكم مستوى علاقات المغربية الإسرائيبية شكرا شكرا تحية طيبة سيد الوزير السؤال بخصوص خطة الحكومة وستعدادتها لتجويد عمليات مرحب 2023 لعبور جالية المغربية وفي أحسن الظروف شكرا شكرا مرحبا سيد الوزير أهلا وسأل سؤال فتحت إسبانيا مؤخرا تحقيق حول تقارير أشارت إلى سقوة ضحايا من مجموعات المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى جزر الكاناري قادمين المسواحي البجدور وذلك بعدما نقلت منظمة غير حكومية شهدت لناجين قالوا أنه تم إطلاق النار عليهم مما أدى إلى مقتل الشخص منهم يعني هل فتح المغرب تحقيق ذلك شكرا مرحبا سيد الوزير لائحة العطلة المدراسية للموسم القادم تضمنت عطلة رأسنا الأمازيرية لكن دون تحديد يوم محتد لهذه العطلة المنتفسير للحكومة لهذا الأمر خصوصا وأنه خلق نقاشة لدى الرأي العام شكرا أولا شكرا على طرحي هذه الأسئلة سؤال الأول مرتبط بمسألة امتحال محمد هذا الموضوع هذا عرفت تدخل المؤسسة الدستورية التي هي مؤسسة الوسيط وهذه المؤسسة هذه قامت بعمل كبير جدا على مستوى الوسيطة وعلى مستوى تتبع هذا الملف ودراسة مختلف النقط التي أتارها واقترحت مجموعة من المقترحات طبعا السيد رئيس الحكومة أخذ علما بهذه الملاحظات التي أترت وعبر عن ذلك في بلاغ رسمي ووزارة العدل تفاعلت مع المقتضيات أو مع مختلف التوصيات التي جاءت في هذا التقرير ف على هذا المستوى وهذا أعتقد بأن الحكومة قامت بتنفيذ هذه التوصيات الآن لكن الوزارة الوصية وزارة العدل عندها الفضاءات ديال النقاش وديال الحوار مع مختلف المتدخلين وليس فقط في هذا الملف ولكن في ملفات أخرى أكيد بأن المجال سوف يكون يعني في حوار مفتوح مع مختلف المتدخلين الاستثمارات الأجنبية أولا يجب أن نتفق بأن الاستثمارات أو المجهود التي تقوم به بلادنا في مجال الاستثمار هو مجهود يستهدف الاستثمار كيفما كان نوعا أجنبيا كان أو كان يعني وطنيا ونعطيك بعض الأمثلة حول ما قامت به الحكومة منذ أن تمت يعني تنصيبها من طرف جلالة المالك العنوان البارز والكبير جدا في التعاطي الحكومة مع هذا الملف هذا هو الإصلاح من المتاق الاستثمار الذي عمره طويلا والذي يعني أثبتت الممارسة اليومية لأنه أصبح تحدث عن القانون السابق أصبح يعني غير قادر على تقديم إجابات في ظل التحولات التي عرفها موضوع الاستثمار بشكل عام إذا الحكومة تشتغل على هذا الملف بشكل عامق جبت القانون المتاق الاستثمار في إطار من الحوار المفتوح مع مختلف المتدخلين في استحضار قوي لمختلف التحولات التي عرفها العالم لأنه في نهاية المطاف كما قلت الحكومة تستهديف الاستثمار الوضني وتستهديف أيضا الاستثمار الأجنبي لأعتبارات كثيرة أيضا اللي أود أن نستحضر المجهود التي قامت به الحكومة والحكومات المتعاقبة في إطار توجهة الجلالة الملك للاشتغال على البنية التحتية واللي جات في سؤال ديلك مطارات المواني طرق السيارة المناطق الصناعية جزء أيضا من الأجوبة حول هذا الموضوع جاف الإصلاحات اللي جاف للحكومة الحالية في قانون في القوانين ديال المالية لسنتين متتاليتين واللي طبق التوصيات التي أصدرت في ظل مناظرتين وطنيتين لإصلاح الجبايات العمومية الجبايات بشكل عام إذن المجهود كان مجهودا واضحا والورش ما زال مستمرا الآن نحن في محطة إعادة النظر في القوانين المنظمة للمجالس الجهوية للإستثمارات شفنا كيف شوق التحول هذه المجالس اليوم أصبحت تخضع للوصاية المباشرة للسيد رئيس الحكومة يجب أن نغير هذه القوانين لكي نبسط أكثر من الإجراءات والتدابير عمومة ما قمت به الحكومة يوم الأربعاء 15 مارس 2023 تعقدت واحدة مهمة على مستوى الرباط والتي ترأسها السيد رئيس الحكومة واللي وجدت الخارطة للطريق في مجال الاستثمارات للفترة ما بين 2023 و2026 فيها محاور نعطيها بشكل سريع المحاور الأول هو تسهيل عملية الاستثمار والمقاولة بشكل سريع فيها مجموعة النقاط تفعيل كل أنظمة الدعم الرقمانات تحسين الولوجيات الطلبية العمومية التي كان اشتغلت عليه الحكومة وغيرت من المرسوم التي أيضا طال الزمن للعمل السابق في سنوات طويلة جدا وهذا المرسوم هذا جاب أيضا واحد من المجموعة من الإصلاحات التي تعزز من الشفافية وتعزز من تنافسية ما بين مختلف المقاولات والتي عمل إصلاحات كلها كانت موضوع جملة من التوصيات تسريع الرقمنا المساطير إحداث المرسط للاستثمار ومناخ الأعمال لتتبع مناخ الأعمال في بلدنا كيفاش عامل ومقارنته بمناخ الأعمال في مجموعة من الدول المحور الثاني هو تحسين عوامل تنفسية في التعبية ديالتمويلات إلى غيرها المحور الثالث هو دعم المقاولة والبسيكاروكين محور الرابع هو محور أفوقي الآن شنو تعمل تم تبسيط 22 قرار إداري عبر المنصة وهو الأمر الذي مشأنيه التقليص من عدد الوثائق تقريبا 46% تحفيزة الاستثمار تكلمت عليها غير ما مرة في هذه الدوان عاود نتكلم عليها نظام الدعم الأساسي خمس مناح مشتركة المناح الطرابية المناح القطاعية النظام الدعم الاستراتيجي كيفاش المشاريع الكبيرة جدا اللي كتوصل الكلفة لجوجة المليار فما فوق نعطيها الطابعة الاستراتيجي في مجالات محددة ضمان الأمن الطاقي المائي الغذائي والصحي وأيضا على مستوى إحداث وخلق مناصب الشغل المستثمرين الأجانب باش نختم يتعاملون بنفس المعاملة التي يستفيدوا منها المستثمرون الوطنيون ويستفيدون من نفس التحفيزات اللي تكلمت عليها وهاتش كله تقريبا لاش تعمل لكي نعززها من قدرة المقاولة على الاستثمار لكي نساعدها على الاستثمار لكي نضمان حقوق الجهات التي تعرف طلبا متدنيا على مستوى الاستثمار عبر المينح الترابية لنرفع من حجم الاستثمار خاصة الجهات البعيدة ولكي نعززها واحد النوع ديال توازن ما بين الجهات ونخفف الضغط على الجهات اللي كتعرف واحد ضغط كبير العقوبة البديلة أولا هذا الموضوع ديال العقوبة البديلة هو قانون توري وهو قانون الذي كثيرا ما كنا نسمع عنه هذه الحكومة كانت عندها الجرأة كانت عندها الشجاعة وكانت عندها القدرة أنها تخرج في وقت قصر لماذا؟ أولا كالخطاب ديالصاحب الجلالة سنة 2009 وتسعود بمناسبة الدكرة 56 من طورات الملك والشعب والذي أعطى توجهات لكي يتم تطوير طرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة اليوم هذه الحكومة تشرف على هذه المرحلة الجديدة وتقديم على هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى لأول مرة لإدخال هذه التعديلات لكن في أحد الفلسفة ما هي هذه الفلسفة هذه؟ هي أنه هذا القانون يجب أن يحافظ على التوازن ما بين حقوق الإنسان وأيضا حقوق المجتمع وهذا الذي تكلمت عليه والذي يجب في السؤال الإفلات من العقاب ما هي إفلات من العقاب ولكن نعرف بأنه مش كلها يعني الجرائم أو الجناح التي ارتكبت ترتكب في نفس الظروف وفي نفس السياق ومن نفس نفس الأشخاص الحالات تختلف والوضعيات تختلف وبالتالي هذه الإمكانية الموجودة الآن في العقوبات البديلة هي فرصة يمكن أن يقدمها القاضي مش يقدمها بشكل أوتوماتيكي ولكن يقدمها بناء على سلطة قديرية حينما يعتقد بأن هناك لدى الجاني الإمكانيات للتراجع أو لإعادة الاندماج في المجتمع وبالتالي يفعيل هذه العقوبات البديلة التي هي ثلاثة كلمت عليها إما أنه يكون الأول هو يكون شيء من فاع عام والمراقبة الإلكترونية أو لبع التدابير العلاجية إلى غيرها من التدابير الأخرى كيف سيتم التفعيل هذا أولا يطبق على الجنح التي يحكم فيها بأقل من خمس سنوات مني رجع للساكنة السجنية تقريبا 1-44 أو 45% كلها محكومة بأقل من سنة وكلها محكومة على جنح نقدر نقول إلى حد ما بسيط لكن كيف ما قلت هذا لا يعني بأنه هذا الإجراء سوف يطبق بشكل هناك سلطة تقديرية وهناك مصطرة قضاء يجب اتباعها حتى يتم استكمالها على مسارة للتقاضي وحتى يصبح الحكم حكما يعني عند الحجية دياله وأصبح حكما نافدا آنذاك تطبق هذه الإمكانيات الإدارة ديالسجون التي سوف تقوم بتدبير هذه أو بتطبيق وبمراقبة تنفيذ هذه العقوبات البديلة لكن هناك مراقبة القاضي الذي ينفيذ العقوبة وإيضا النيابة العامة هذا الضمانة كلها لش تعطت لكي ننجح أولا في تخفيض السكينة السجنية لكي نسمح الأفراد الذين أخطأوا في ظروف معينة أنهم يعودوا يندمجوا في المجتمع من جديد وإيضا لكي نعزز من الصورة الأولى رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان طبعا كانت قضايا التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة ما هي؟ هي الإرهاب وهي الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية التجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية التجار في المؤثرات العقلية عموما التجار في البشر الاقتصاد أمن الدولة والإرهاب الإختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية غسل الأموال، استغلال جنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إحق إذن هذه القضايا لا يمكن أن تكون موضوع تدبير من هذا النوع فتح الاعتمادات، المرسوم دي الفتح الاعتماد إذن لماذا تلجأ أولاً الحكومة لهذا الإجراء؟ بشن بالسطول المواطنين المغربة هو يفهم هذه الحكومة منك توفر واحد الهواء معينة طيب قل القانون تنظيمي المالية يمكن للحكومة إذا كانت هناك بعض المصاريف الآنية أن تلجأ ليفتح الاعتمادات أنا فقط بعدها أريد أن نوه بالتوجه إلى هذه الدولة، إلى هذه الحكومة أنها في كل مرة مرة تفتح الاعتمادات من أجل أن تصرف اعتمادات لفائدة مؤسسات ما عمر ما كان شي مرسوم من أجل أننا نقطع شي اعتمادات معينة ولا نقطع شي استثمار أو بالعكس دائماً يتم فتح اعتمادات من أجل ضخي إمكانيات جديدة طبعاً ثلاثة فاصيلة ثلاثة التي تكلمت على هي موجهة لمعالجة مشكلات التضخم والتي جاءت في الجهة لصاحب الجلالة بشأننا نعمل واحد تدخل على مستوى ثلاثة الإنتاج خاصة نعاون الفلاحة على مستوى المدخلات الفلاحية ونعمل واحد مجموعة دي العقود مع مجموعة من ثلاثة الفلاحية لكي نضمنا في المستقبل إن شاء الله أن هذه المواد ما تعرفش واحد الارتفاعات في الأسعار ديلها فهذا الجزء هذا موجه لهذا المجال صندوق المقصة هذه الحكومة معمر مقص صندوق المقصة بالرغم من أن القانون الحماية الصحية جاب تغطية صحية بأنه سوف تمول من الإصلاح المتأتي من هذا الورش هذه الحكومة بالرغم من الارتفاع ديل تكاليف ديل صندوق المقصة استمرت وسوف تستمر في ذلك لكي نحافظ على القدرة الشرائية ولكي ندعم الأسر مرحبا 2023 هي بتوجيهني من صاحب الجلالة كل الإمكانيات سوف يتم تعبئتها وتم تعبئتها خاصة المعروفة وزارة الصحة وزارة النقل وزارة الداخلية الهدف هو أنه نسهل العملية العبور دي المغاربة والفطرة اللي غادي قضيوها في بلادنا عبر تفسير الإجراءات وتسهيل الخدامات وتوفير النقل في الاتجاهين معا وإن شاء الله حتى تمر هذه العملية في كل الظروف معطية أوفاب مرقمة سوف نقدمها لكم إن شاء الله عطلة السنة هذا الموضوع هذا لابد للحكومة أن تستشير المؤسسات التي تعنى بهذا الموضوع وهي المعهد ليركام المعهد تقافة واللغة الأمازيغية لم يظهر لأنه ما زل وقت هذه عطلة رسمية مؤدة عنها بتوجه من جلالة المالك مرة أخرى لابد أن نحيي عالياً هذا القرار لأنه يأتي في إطار المصار لاخدت بلدنا بقيادة جلالة المالك في إنصاف التقافة واللغة الأمازيغية بما أن الوقت ما زل حتى إن شاء الله بداية يناير المقبل فهذا الموضوع سوف يتم تحقيق فيه المشاورات بشكل موسع وسوف يتم اتخاذ القرار الذي يضمن أنه نعمل التفعيل لهذا الموضوع بشكل سليم شكرا لكم اشتركوا في القناة لا تنسوا أن تابنوا معنا في الشيء يوتيوب وبرجوا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسوا أن تقوموا في الجانب